ازيكم عاملين ايه ان شاء الله يكونوا في احسن الحال معاك عبدالعيس حسن هنتكلم في موضوع ان الفيسبوك داون قعد فترة ست ساعات داون هو هو واتساب وانستجرام وكده طبعا انا مش هتكلم في التكنيك الوايز يعني في ناس كده كده كلمت عنه وكمان انا ما كنتش موجود دوقت انا ما كنتش قافلة لشان نشوف ايه اللي حصل يعني ساعتني يعني انا فجأت ان الحوار بعد ما حصل ان انا الحوار ده حصل اصلا طبعا احنا هنتكلم في ايه هنتكلم على رد فعلي الناس بقى يعني بعد ما الحوار ده حصل فجأة كل الناس قعدة طولا ان الفيسبوك ده ايه كلام وانش عارف ايه والاخ خالي الكلام ده صح ولا لأ طيب عشان نبص على النقطة دي بشكل كويس لازم نفرق بين حاجتين لازم نفرق بين الدعاية او الماركتنج اللي الفيسبوك بيعملها طبعا وبين الحقيقة عاملة ازاي ليه بقى لان الدعاية اللي بتوصل للناس هي اللي خلت الناس بتعمل كده يعني ايه بس الاول نقول ان اي حاجة عشان بتعمل لها دعاية بشكل كويس غالبا بيقى فيها جزء من عدم المصدقية يعني ايه انا عايزك تحس ان انا اقوى واحد في الكوكب اوكي بتخيل ان انا عايز اوصل لك الحتة دي فبالتالي اول ما هاتيك كلمة هقول لك انا بشيل تلتمية خمسين كيلو طب الحقيقة ايه الحقيقة انا بشيل متين كيلو بس متين كيلو كتير مش قليل يعني انت اصل لو قطت لك متين كيلو هتتتوقع ان هو ان انا قوي انما لو قلت لك 335 حتتوقع انا اقوى فبالتالي انت لو جيت قلت لي انت هتقل لي هتقول لي ايه هقول لك 350 لي عشان تتوقع ان انا اقوى من ما انا عليكم اصلا رغم ان انا اصلا قوي انا بشيل 200 وتندلوا رقم كبير��서 وش guestERO بس انا هقول لك رقم اكبر عشان انت تتوقع ان ان انا اقوى من ما علي det chocolate فيسبوك فيسبوك بيقضي ماركت لنفسه ان هو قوية جدا وبلاتفورم على ها كل الناس وبلاتفورم وبلاتفورم فبالتالي الناس بتقابصل فيسبوك من حتة فوق قوي وهي مش حقيقة يعني غالبا مش حقيقة هو طبعا فيسبوك يعني قوي وشركة كبيرة وشعب ايه بتاع بس الناس لقابصل لهم حتة ابعد مما هو عليه. فبالتالي لما بيحصل بقى ان في حاجة باي دروب بيحصل معاه. بتلاقي فجأة الناس كلها بقى ايه بدأت ايه? تقول ايه ده? احنا بقصلي فيسبوك ده ازاي? او بقصلي للبلاتفورم دي بالشكل ده عامل ازاي? او احنا ازاي عاملين كده معاه? طبعا? ليه لان هما حاطين اعلى. مما هو في الواقع. طبعا? دي نقطة مهمة جدا جدا لازم تبصي لها. وانت تعمل. طيب هل فيسبوك اللي بعمل كده واحده? لا طبعا. كلها بنعمل كده. من اول بيع الخضار اللي بيحط لك الخضار الطازة فوق على وجه عشان تشوف وتقول اه خضار طازة تحطيش ايه من عنده? لحد اكبر شركات المحمول اللي كل الناس يعني كده. كل الناس في الماركتينج والدعاية غالي ما مش بتقول كل الحقيقة بالضبط. او الحقيقة اللي المفروض تتقال زي ما هي. لأ هما بيزودوا بيتجودوا عشان الناس تبقى حتى اعلى من الواقع. دي نقطة مهمة جدا جدا لازم تبصي عليها. يعني لازم تحكم على اي حاجة في الحقيقة. غالي ما لازم تبصي ان اللي هما بيقولوه غالي ما اقل يعني اللي هما بيقولو ده اعلى من المفروض ابو السيلوبي يعني. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. طيب ارمي بقى دي على جنب. تعال نشوف بقى هل فيسبوك اصلا هي كمنصة قوية ولا? طيب. خلينا اقول لك حاجة. خلينا اديك مثال واحدة واحدة عشان يبقى الموضوع مترتب معك. انت بتعمل او بتعمل برنامج. البرنامج ده في صفحة واحدة وابرة عن صفحة طيب. انت وانت بتعمل فكرت ان اللي هيخش على الصفحة دي ممكن يعمل خمس حاجات. مش هفعمل اكتر من خمس حاجات. انت كراجل بتكتب الكود فكرت ان هو يعمل خمس حاجات. طيب. رح تبدي مدي الصفحة دي للتستر. فالتستر رح داخل عليها بيعمل تست. رح مطلع لك اربع حاجات هو فكر فيهم. ممكن يعملهم في الصفحة. انت مش ما انت ما فكرت شيو مصر. فبالتالي انت كنت تبص ان في خمس حاجات عندك. اصبح بقى فيه تسع حاجات عندك. زبطتهم انت طبعا. يعني زبطت اللي تستر لك عليه. بس انه هو في تسع حاجات عندك ممكن يتعمل على الصفحة دي. تمام. عشان كده بنقول حاجة كريتكال. يعني دي مش اللي هو الرفاهية. لا. ده كريتكال لازم اي او اي حاجة تعملها قبل ما تطلع. بالتست عليها. تمام. فانت بتبقي عندك تسع حاجات. عن طريق التسع حاجات ده عن طريق شخصين بس. يعني شخصين دخلوا فعملوا تسع حاجات. تخيل بقى انت عندك مليار يوزر. تخيل كمية الحاجات اللي ممكن تتعمل وتتهندل. هو ده هو ده سر مصدر كبيرة او سر قوة كبيرة يعني فيسبوك تويتر انستغرام يوتيوب كم ده كله. هل هم اقوياء او البلاتفورم تاعتهم ستيبل عشان هم آآ صيع بيعملوا حاجة اصائعة آآ بيعملوا حاجة محال دي شاف يعملها لأ. ماش عشان كده عشان فيه ناس كتير بتخش عندهم. فبالتالي هم بيقابلوا الكيسز اكتر. فبالتالي هم بيهندلوا الكيسز اكتر. فبالتالي الموقع بتاعهم او بتاعهم قوي. قوي ليه? لان بيخش عندهم بيعملوا حاجة كتير فهم بيهندلوا حاجات الكتير ده فبيطلع في الاخر القوي. وهكذا عشان كده بيقى فيه دايما يعني مسلا لو فيسبوك بيطلع معينة بيعمل لو مسلا ايه? يتيح الخاصية دي لشوية ناس. فالناس دي لما تخش يدلوا كيسز اكتر يقدروا يتعاملوا معها ويهندلوها. طبعا? هم على فكرة لو قصي حاجة في الكواكب يعني لو ناس دي بيعملوا حاجات ما حدش يفهمها. هيقوموا وطلعين مرة واحدة. خلاص احنا خلصنا كده عن كل يخش يجرب. او كل يخش يشتغل ما فيش تجربة. ان الموضوع مش بيتم كده. بيتم صفت لانش ليه? لان هم محتاجين ناس تخش تاني. تجرب. بكيسز هم مش متخيلينها. طبعا? ويهندلوا كسلة مش متخيلينها دي. قوي بيحصل فيها كده. يعني بيتطلع ناس كده تخش تجرب. بتبقى هي عارفة الناس انها بتخش تجرب وعارفة انها بقى في مشاكل وعارفة ان لازم تتنزل. طبعا? او الناس ده يبدأوا يفكسوا الحاجات اللي اكتشفوها الناس دي. وبعد كده يبدأ يطلعوا بقى ايه? اللي هو العادي. فبتالي سر قوة كبيرة الحيطة دي. طبعا? طبعا سر قوة الحيطة دي بتاعت ان في ناس كتير بيتخش عندهم. فبيجربوا. وهو يهندلوا الكيس بتاعتهم. ده معناه ايه? ده معناه ان ممكن بعد حتى بعد كل ناس الكتير دي المتجرب. ممكن يزهر كيس مش بتهندله. او في حاجة معينة حد عملها هب لياتة حاجات كتير. طعم? يعني طبعا كل ما الناس اللي بتخش تبقى كتيرة كل ما الحيطة دي تبقى ليلة قوي. 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 والنسبة ضئيلة جدا 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 في البلاتفورمرز الكبيرة. بس بتحصل. يعني بتحصل. ده بيحصل ليلة ان احنا بشر. يعني ده رأيي الشخص بقى احنا بشر. مهما كنا صيع ومهما كنا بنفكر نفسي ان احنا اجمد حاجة واقوى حاجة. دايما كل ما تحس انت قوي هتلاقي فجأة خدها لعينك. انت بيشو اخبرك مع حيطة دي. هي دي هي دي سلطة الحياة. سلطة الحياة ان انت احنا بشر. آآ مهما كنا بنفكر كويس مهما كنا بنجتهد مهما 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 هتلاقي دي من حاجة نقطة كده انت ممكن تقعك. نقطة كده مش عامل حسابها. نقطة كده جات على غفلة. هو ده اللي بيحصل بالزبط. هو فجأة كده حصل غلط في تعالي دي نس على حسن ما لا سمعت يعني. هب راح الفيسبوك ده والواتساب والاستجرام والاخر. فلازم كلنا نفكر او نفكر بالمئة التالي. او احنا نجتهد بنعمل احسن حاجة. بنصهر بنهاوي شاي عشان نطلع احسن حاجة. اياك تفكر اياك تفكر ان انت قصيح حاجة في الكوكب. ومستحيل حاجة توقعك. لا ده احنا مش كده. احنا مش احنا اللي كده. احنا بناء قدمين عاديين ان خالص ممكن تلاقي واحد انت وقعت خلاص فاعمل. كيس كده توقعت لك من الهوى انت وقعت والدنيا وقعت. خلي باقي احب نتكلم على الفيسبوك اللي هو يعني. من اكبر الشركات الموجودة على اكبر بلادفورمز الموجودة على في السوق. ان هي توقع فده يديك من تلاتة ان الصغرين ممكن يوقع والاصغر ممكن يوقع والاكبر ممكن يوقع وهكذا يعني. ففي الاخر في الاول احنا بشر. يعني اقعوا تنسوا الحتة دي. اقعوا تنسوا الحتة ان احنا بشر. بس كده. سلام.